بالنسبة للاحتفال بإعياد الميلاد للأطفال أنا بنت عمها سبع سنوات وهنا في سبريتانيا يتلبون أن يجبون في المدارس يجيبوا قالب حلوى والأطفال يغنوا في الحصة وبشموع وكذا فهل يجوز الاحتفال بهذه الطريقة للأطفال في المدارس بإعياد الميلاد؟ هذه الأشياء الخاصة التي ليست يعني تعمم وليس فيها شيء تعبدي قد يكون من الصعب القول أنها تحرم يعني قد يقول قائل لم يفعلها مثلا الصحابة ولا السلف نعم لم يفعلوها لكن نحن نتكلم الآن عن مسألة دينية وإنما نتكلم عن مسألة دنيوية تتعلق بطريقة للناس في أفراحهم فأنا لا أجر على القول أنها محرمة وقد رأيت هذا في بعض قرابة صنعوه الحق يعني يكون معك صريحا لم أنكر عليهم ويعني طبعا لم أجيب دعوتهم لكني لم أنكر عليهم لأنني لا أملك دليلا يمنعهم من مثل هذا الفرح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر